تطورات الأحداث وهذا الهجوم الإيراني الذي كان متوقع ولكن مع كثير متحفظات كانوا الناس يقولون بأن إيران يجب أن ترد ولكن القضية كانت كيف كان سترد الحقيقة أن إيران أقدمت على كسر ما يسمى بالخطوط الحمر وهي أنها أقدمت على الرد من إيران هذا السؤال الذي كان مطروح هل إيران كانوا متوقعين أن إيران ستقوم برد لكن هل سيكون رد محدود تقوم به من خلال حزب الله من خلال أنصار الله في اليمن من خلال الذراحة في العراق أو حتى تقوم مثلاً بالاستلاء على سفن أو سفينة وقد فعلت ذلك اليوم استولت إيران على سفينة إسرائيلية تحمل العالم البرتغالي وهذا يكون محدود رداً على مقتل مجموعة من كبار العسكريين على رأسهم اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين في القنصلية الإيرانية في دمشق كان هناك كثيرين يعتقدون بأن إيران لن تكسر الخط الأحمر اللي بينها وبين إسرائيل وهو أن تقوم بالرد من إيران إيران تعرضت لعشرات المرات من قصف إسرائيلي أمريكي أحياناً أيضاً لإيران لكن إسرائيلي كي تقصف في إيران لا تعلن عن ذلك لكن معروف أن هي اللي تقصف إيران تعرف أن إسرائيل قصفت وإسرائيل هي التي قصفت والعالم أجمع يعرف ولكن لم تكن تستطيع ترد إيران خاصة لما قتل علماء للنوويين تدمير بعض المحطات النووية يعني هجومات متعددة الهجوم على بعض المطارات هذه حتى قبل سنوات مقتل بعض المسؤولين حتى داخل إيران إضافة إلى ما كانت تقوم بإسرائيل من أكثر من ألف هجوم إسرائيلي على إيران في سوريا وحدها وفي أماكن أخرى أيضاً في لبنان قتلت إيرانيين أيضاً وفي أماكن أخرى طبعاً قتلت إيرانيين حتى خارج سوريا ولبنان العراق قتلت إيرانيين كثيرين لكن كانت دائماً إيران تتخوف من الرد لأنها تعلم أولاً أن إسرائيل إسرائيل لديه السلاح النووي ثانياً وهذا هو الأهم أن الكائل الإسرائيلي مدعوم غربياً ومدعوم أمريكياً بشكل كبير وكبير جداً لكنها اليوم كسرت هذا الحاجز وهي أنها لا تقوم بالرد كانت تقوم الرد بردود لكن تقوم بالرد من سوريا في حدود ضيقة وخاصة كانت تقوم بالرد من لبنان طريق حزب الله وإلى حد ما من اليمن عن طريق الحوثي أو أنصار الله لكن هذا المساء كسر هذا الحاجز إذا شئنا أو هذه الخطوط الحمر الأخبار تقول من أن هناك مئة طائرة مسيرة أطلقت من إيران وأنها تتوجه إلى الكائل الإسرائيلي إلى فلسطين المحتلة التي تسمى اليوم إسرائيل والتي نسموها الكائل الإسرائيلي لكن الإضافة التي أضيفت قبل قليل من أنه تم أو أعلن رسميا من التلفزيون الإيراني أعلن الحرص الثوري من أن هنا هجوم بطائرات مسيرة وبسواريخ مجنحة ليست أي سواريخ سواريخ مجنحة يعني تستطيع أن تقول هذه هي قمة التكنولوجيا الإيرانية بعض السواريخ الإيرانية مداها يقترب من 2500 كم إيران لا تحتاج إلى سواريخ 2500 كم لأن الكائل الإسرائيلي يبعد عن إيران بحوالي أقرب نقطة ما بين إيران والكائل الإسرائيلي اللي هي في الشمال الغربي لإيران هي حوالي 1000 كم ضهران مثلا تبعد عن القدس في حدود 1400 كم فالمسافات تبدأ من 1000 إلى 1200 هذا وش تحتاج إيران لأنها بالتأكيد أن إطلاق هذه السواريخ والطائرات المسيرة تكون من أقرب نقطة ممكنة ترجمة نانسي قنقر